احتفلت دار الأوبرا المصرية بمناسبة مرور عشر سنوات على ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة وفي هذا الاتار نظمت دار الأوبرا حفلا على المسرح الكبير دم مجموعة من المؤلفات الوطنية الشهيرة التي نالت إعجابكم هور احتفالا بمرور عشر سنوات على ثورة الثلاثين من يونيو اقامت دار الأوبرا المصرية احتفالا كبيرا بهذه المناسبة برنامج الحفل ضم مجموعة من المؤلفات الوطنية الشهيرة التي تدعم روح الانتماء ومنها النشيد الوطني جيت النهاردة احتفل بتلاتين ستة تلاتين ستة هي وحصل تغيير كتير جامد في حياتنا اولا احنا حسنا بأمان انا كام امشي ببناتي في الشارع ده امان بالنسبة لي يعني كنت مفتقدة بأمانة بالنسبة للطرق للكباري للتعديلات الجميلة اللي بقت موجودة في الاماكن وفي الشوارع واحنا ماشيين طبعا احتفاليها جاملة جدا بتجسد تاريخ من اعظم تواريخ مصر تلاتين ستة اللي قضت على الارهاب وقضت على كل اللي كان حاول يدخل في شؤون مصر الداخلية الشعب المصري يوقف وقفها اثبت العالم كله انه قادر يغير التاريخ ويثبت للشعب اللي العالم كله ان مصر قادرة توعب على رجلها برئيسها بشعبها بكل اطياف الشعب المصري فالنهاردة طبعا احتفاليها جاملة جدا الابر المصري هي ملايب معودانا على جدا حفلة جميلة جدا 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 فوق ما اي حد متخيل الموهب الاطفال رائعة الاغاني المختارة جميلة جدا جدا بتعبر عن فتر التلاتين ستة الطبلوهات الرقصة برضو المصاحبة للاغاني رائعة كمان التوزيع الموسيقي للاغاني برضو جميل جدا جدا يعني حفلة مدروسة من كل الجوانب الفنية الحفلة الذي اقيم على المسرح الكبير احياه عدد من اطفال وشباب مركز تنمية المواهب بمصاحبة عروض استعراضية مختلفة نالت اعجاب الجمهور بشكل كبير وهكذا تواصل دار الاوبرا المصرية دورها الثقافي والريادي في نشر رسالة الفن في نفوس المصريين من اجل الارتقاء بالمجتمع احمد الحسيني التلفزيون المصري